الخبر اولي عن وسام تيكيد والفضيحة اللي انتشرت عنا بـ فأول شي يا حبايب انتشار للأقطاط�� Head Nano والثاني الشغل انتشار للأقطاط데 työ اليكن هو عيد ميلاد وكان شيء بالاس هذا الفيديو يا حبايب مثل ما شايفين هنا شار بي وسام تيكيت قاعد يدخن وقاعد يشرب خمر رح اقربكم اللخطة شوية حتلاحظون انه وسام تيكيت قاعد وقدامه مثل غلاس مع الخمر وبنفس الوقت هو كان لازم بإيدة جقارة رح اضطوكم صورة نوعا ما توضح هذا الشي يا حبايب بهذه الأسهم مثل ما شايفين بيدة جقارة وإيدة الخمر بنظافه يا حبايب ان انتشر لهذا الفيديو اللي هم كان دير قصبين نوعا ما رقص شوية غريب واضح انه نوعا ما ساكراند وبنسبة الوقت صار يقرب على بي سان تيكيت وصار يحضنها رغم ان هم انفصلوا فما ادري صراحة كتبنا احباب الكومنتاتر شوفوا الموضوع فضيحة او لا ننتقل حاليا للكشف حقيقة ماريانا ويا ياسو انه مثلاتهم نامين بعض بيت واحد الدليل يا حبايب هو الاستورات اللي نزلتها ياسو كانت من داخل بيت ماريانا الدليل يا حبايب هو مثل ما شايفين على الدرع المليون واللوحة اللي ورا ياسو والله هو بالسابق والماريانا نزل الفيديو على قناتها وكان موجود هذه اللوحة وكانت موجود هذا الدرع المليون اللي هو الست اوب مال ماريانا فالسؤال يطرح لنفسه هم وليش قاعدين يلتقون بالسر وما قاعدين يصوروا انهما ملتقينوا مع بعض التوقع الممكن يكون وسام تيكيت هو اللي مانعها او تكون هذه المفاجئة لمحضرتها ياسو بثمانية واحد مثل ما قالت فما ادري صراحكم للكومنتات توقعاتكم ننتقل حاليا لآياتي ووصول قناتها باليوتيوب للخمسة مليون المشترك فان شاء الله ألف مبروك عقبال العشرة مليون يا رابو طبعا تسنسون يا حبايب ونزبار كلها بالكومنتات على هذا الانجاز ننتقل حاليا القمر مارو اللي من واضح انه اكون شيء كل شيء مضوجها فخمانة تعالي حسبها بالانستجرام هذا الستوري كان بوست وحمن فانزات كان مكتوب عليه المشاهير لما يكونوا عم بيضحاكم وضرر يكونوا مبسوطين من جوه احبكم كل شيء ويبدأ شوفكم كل كلامكم ان شاء الله فترة يومين وارجع لكم قوية صراحة من واضح انه هي كل اسم طاقة خاصة مع مسافرة بيسان وتركتها وواضح انه عن ما احسب فراغ هي وماكو احد يكون وياها يبونسها مادر ستبنحبها بالكومنتات شون توقاتكم الموضوع روح حاليا ليارا مارو تنزلت هذا الالي سوري كانت تعلمي خلال انه راح تنزل مقطع بشرة على قناتها باليوتيوب راح يكون مقطع كل شنا راح تكمل السوريات شوفوها صباح الخير كيف كن البكرة على الساعة 4 في فيديو جديد كثير 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 حلو وفيه كثير شغلات هيك حد تفاجأوا منا مو فيديو عيد الميلاد ونختم اخرج باحمد ابروب وشنو الرد اذا ممكن يتصالح ويلا اشخاص اللي عنده مشكلة وياهم فنزل شوية السوريات ترد بي على هذا السؤال شوفوهم ما تناوين تتصالحه اول شي عمي قصدك لانه فيه كثير اه شوفو الصراح انا مو حاقد الي اكيد الوقت بيحل المشاكل كلها بس انه الحد اللي بيغوط في حقيه لازم يعترف اتليست يعني قدام الناس انه غلط باعرف انه فيه كثير ناس حاقدين علي بالصراح حقهم يعني ربنا انا عم علي بكثير شغلات ويعني مثلا الثراء الفاحش الجمال طلعوا الروعة طلعوا المغناطيس نساء النساء كلهم اتمنوني بقدرش امشي بالشارع شخصية رائعة ووصلوا لحواي بنهو الصلاة المقطع اتمنى المقطع الجابكم ووصلوا للمقطع 25 اف لايك على موت باتشري انتكم المقطع القنبلة وبس تانيكو فيزين من قناة مميك القصص مع السلامة اشتركوا في القناة